السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات وأهلا وسلم بكم مع حلقة جديدة عن سؤال يطرح نفسه بخوة لماذا يغرد وسيم يوسف باللغة الإنجليزية وسيم يوسف بعله 3-4 أيام كل حسابه باللغة الإنجليزية كان اسمه بالعربي خلا إنجليزي وكان البايو بتاع الحساب اللي الشخص بيكتب فيه كلمة تعريفية عنه برضو خلا بالإنجليزي وكل تغريداته بلا استثناء من 3-4 أيام خلاها برضو بالإنجليزي إذن وسيم مش بيخاطب العرب وسيم بيخاطب حد لغته هي اللغة الإنجليزية ولا يعرف اللغة العربية فعدت أفكر وسيم بيخاطب مين ولماذا قلت طيب هأقرأ التغريدات تحت وسيم عشان أفهم هو عايز يوصل لإيه بالضبط لقيت التغريدة دي وهي أخطر تغريدة لوسيم يوسف بيقول فيها أن المسلم والمسيحي واليهودي لا تفرقوا بينهم نحن كلنا من آدم وآدم من تراب ودين إبراهيم يوحدنا فلا تدعو الشيطان والشر يفرقنا طبعا هذا الكلام دين جديد الفرق بين المسلم وغير المسلم كاليهودي والنصراني وغيرهم هذا الفرق يعرفه كل عاقل فلا يمكن أن يقال أن ما فيش فرق بين المسلم والمسيحي واليهودي كان في أخ قديم وصديق حبيب اتصل بي فبيقول تحس أن وسيم يوسف كان عائل وتجنن قلت له لا وسيم يوسف مش تجنن ولا حاجة وسيم يوسف شخص يبحث عن المادة وحيثما وجدت المادة فهذا هو دين وسيم يوسف وعشان تعرفوا أن وسيم يوسف شخص متلاعب بدين الله كان وسيم له مقطع سابق من كم شهر بيتكلم فيه عن البيت الإبراهيمي وكم بيقول فليهذا سمي البيت الإبراهيمي وليس نسبة لدين إبراهيم كما يظن بعض الحمقة علمتي في أحدهم يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين نعلم إنما سمي حبا بإبراهيم وليس لدين إبراهيم عليه السلام يعني البيت الإبراهيمي لشخص إبراهيم وليس لدين إبراهيم صح يا وسيم؟ شوف بقى وسيم في التغريدة بيقول إيه؟ ودين إبراهيم يوحدنا يعني وسيم يوسف حكم على نفسه بالحمق يعني أنت الآن يا وسيم أصبحت من هؤلاء الحمقة يعني أنت اللي حكمت على نفسك بنفسك وليس نسبة لدين إبراهيم كما يظن بعض الحمقة وليس نسبة لدين إبراهيم كما يظن بعض الحمقة وسيم يوسف لما تكلم أول مرة عن البيت الإبراهيمي ده هاجمه كثير من طلبة العلم وبيّنوا له أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا فطلع وسيم يبرر هذه المصيبة ويقول أن الكلام عن شخص إبراهيم وليس دين إبراهيم لكن لأن الكذبنا الساي وسيم دلوقتي طلع يقول أن دين إبراهيم هو اللي بيوحدنا الباشا نسي أنهو على الهوى قال أن الكلام عن شخص إبراهيم وليس عن دين إبراهيم وليس نسبة لدين إبراهيم كما يظن بعض الحمقة شفتوا جماعة تلاعب بدين الله بيعمل في الوحد إيه؟ دايما هتلاقي الكذاب متناقض بيقول الحاجة النهاردة ويرجع ببساطة يقول عكسها تاني يوم ما فيش عنده أي مشكلة طيب هنرد برضو على بقية هذه التغريدة وسيم بيقول في التغريدة فنحن كلنا من آدم وآدم من تراب طبعا هذا الكلام جزء من حديث حسن وهذا الحديث الذي يستدل به وسيم لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم للمعنى الذي أراده وسيم بل قاله عليه الصلاة والسلام للنهي عن الافتخار والتكبر على الناس بالطريقة الجاهلية فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء ربنا أذهب عنكم هذا الكلام وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بيصنف الناس مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنوا آدم وآدم من تراب خلي بالك برضو النهي مستمر قال لينتهينا أقوام فخرهم برجال أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن إذن هذا الحديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل من أفعال الجاهلية وهو التفاخر بالآباء بحسب هذه الطريقة الجاهلية ولذلك العلماء يذكرون هذا الحديث تحت هذا الباب فذكره أبو داود تحت باب باب في التفاخر بالأحساب وقال البيهقي في شعب الإيمان فصل ومما يجب حفظ اللسان منه الفخر بالآباء وخصوصا بالجاهلية والتعظيم بهم وتحت هذا الباب ذكر البيهقي هذا الحديث ونفس هذا المعنى في هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال لا تفخروا بآبائكم في الجاهلية فوالذي نفس محمد بيده لما يدهده الجعل بمن خريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية فما ينفعش تفتخر بآبائك الذين ماتوا كفارا فده بقى إعلقته بالتقارب بين الأديان إعلقت ده بالتقريب بين الإيمان والكفر وبين التوحيد والتثليف أو بين التوحيد والشرك ثم إن الحديث نفسه بيقول مؤمن تقي وفاجر شقي يعني الحديث اللي وسيم يوسف بيستدل به الحديث نفسه عمل تصنيف للناس مؤمن وفاجر والفجور هو اسمه جامع لكل متجاهر بالمعصية وأشد أنواع الفجور والمعاصي هو الكفر بالله أضخم معصية يعني الحديث أصلا مالوش علاقة بالسياق بتاع وسيم يوسف نهائيا فوسيم فاندي بيحرف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لخدمة أغراضه وأهدافه ثم يقول وسيم في التغريدة المسلم والمسيحي واليهودي لا تفرق بينهما إزاي لا نفرق ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي فرق بينهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب وقال سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إن الناس لا يستوون المؤمن مختلف عن الكافر والله سبحانه هو الذي فرق بينهما وليس هذا فقط بل إن النصارى الذين يتنازل وسيم يوسف عن ثوابت دينه لأجل إرضائهم أيضا يخالفون وسيم يوسف في هذا الكلام وهذا فيديو للقص بمن أنور أسألكم سؤال تاني هو الإنسان المسيحي ده مختلف عن الشخص اللي برة كل اللي هيقعدوا قدامي يسئل الشخص المسيحي مختلف عن الشخص اللي موجود برة أكيد أكيد إزاي بقى عشان هو ابن المسيح عشان هو جوال مسيح يعني لما أقولك أنت مختلف عن الناس اللي برة تقولي إيه ساعات لما أقول الناس كده أو الأولاد والبنات يزعلوا يقولوا ما إحنا زينا زي اللي برة لا شفت القصة بيقولك إيه هم مختلفين عن اللي برة الكنيسة لكن وسيم يوسف لازم ينبطح ويتنازل عن دينه عشان يجاملهم مع أن الله أخبره أنهم لن يرضوا عنه وده فيديو للبابا شنودة السابق وهو بيقول أن المؤمن بالنصرانية مختلف عن غير المؤمن أما عن اعتبار كل البشر أبناء لله هذا أمر ضد تعليم الكتاب المقدس ليه؟ في إنجيل يحنى الإصلاح الأول يقول وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين بإسمه فبس اللي دعوا أولاد الله هم المؤمنين بإسمه الذين قبلوا المسيح لكن مش كل البشر يعتبروا أبناء لله حتى اليهود لما قال لهم أبناء إبراهيم قال لهم النسيح باتقولوش أنتوا أبناء إبراهيم لو كنتم أبناء إبراهيم كنتم تعملوا أعمال إبراهيم أنتم من أبن هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تفعل وفي الرسالة الأولى ليحنى الرسول يقول بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون مش الكل أولاد الله هل كل إنسان كافر ابن الله هل كل إنسان ملحد ابن لله هل كل إنسان عابد للأصدام هو ابن لله مين يقول الكلامه مين يقول الكلامه شفتوا جماعة الذين قبلوا المسيح هم فقط أبناء الله بحسب إيمان النصارى طيب المسلمين قال لك لا ده دول أبناء إبليس عند شنودة هتقول لي بس هو بيتكلم عن اليهود هقولك أيوة ما هو لأن اليهود مش نصارى فالبابا شنودة بيعتبرهم أبناء إبليس بناء على النص اللي هو استدل به من الإنجيل أو من العهد الجديد وده فيديو برضو للقمص داود لمعي بيقول كلام مفحم لوسم يوسف ومن يتنازل عن دينه لإرضاء غير المسلمين أخطر شيء أنك تعتبر أنه ممكن يبقى فيه خلاص بدون الإيمان بالمسيح هو لو كان فيه خلاص بدون الإيمان بالمسيح كان على إيه الشغل ده وكان على إيه الخدمة دي كلها وكان ليه المسيح يقول اذهبوا للعالم أجمعوا أكرزوا للخليقة كلها طب هلزموا بقى بدل فيه ناس مجرد أن قلبها طيب وأخلاقها عالية وهنزعم أن هما بيدوروا على ربنا بطريقتهم وده كفاية يبقى الشغل من شغلتنا بقى خلاص يبقى كل واحد وضميره بقى وكل واحد وأخلاقه حيات المفهوم ده بعيد تماما عن كتابات العهد الجديد وعن فكرة الكنيسة الكنيسة كانت مهمومة توصل الإيمان بالمسيح بالسلوس الأقدس بالخلاص بالصليب لكل ما كان في العالم لا الكنيسة ما كانتش بتبشر بأخلاق حتى في القرن الأول كان فيه ناس كتير عندها أخلاق لكن هي مش مجرد وجود أخلاق أو ناس طيبين أو ناس حتى عندها تساؤلات وجودية أو روحية ده يكفي للخلاص ده ما كانش أبدا في ذهن الكنيسة ولا استلامتهم للنصار شفت النصارى مع أن دينهم باطل إلا أنهم لم يتنازلوا عن دينهم لأجل عيون المسلمين واليهود واليهود أيضا مع أن دينهم باطل إلا أنهم لم يتنازلوا عن دينهم لأجل عيون المسلمين والنصارى أما وسم يوسف مع أن دين الإسلام هو الحق المبين إلا أنه تنازل في دينه لأجل إرضاء النصارى واليهود حاجة مسخرة يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ده النصارى نفسهم مش متفقين مع بعض عايز توحد بينهم وبين اليهود والمسلمين طب إزاي؟ طب خلي النصارى الأول يكتموا مع بعض وإحنا أصلا جماعة مختلفين بالفعل عن اليهود والنصارى اختلاف كبير جدا 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 اليهود يكفرون بنبي الله موسى ونبي الله محمد عليهما الصلاة والسلام والنصارى يكفرون بنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمون يؤمنون بجميع الأنبياء يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا الناس اللي بتفرق بين الله ورسله وبيقولوا إنهم هيؤمنوا ببعض الرسل وهيكفروا ببعض الرسل دول حكمهم إيه يا وسيم فندي ربنا قال أولئك هم الكافرون حقا هم دول الكفار وسيم بيقول لك دين إبراهيم يوحدنا شوف لا يزال الرجل يتنازل عن دينه شيئا فشيئا حتى يصبح وسيم يوسف طبعا رب العزة جل جلاله يكذب وسيم يوسف في هذه الكلمة لأن الله تبارك وتعالى برأ نبيه إبراهيم عليه السلام من اليهود ومن النصارى شوف ربنا بيقول إلي اليهود والنصارى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما سيدنا إبراهيم كان مسلم وما كان من المشركين يعني القرآن اللي وسلم يوسف كان بيمثل علينا أنه هو بيدعونا إليه بيقول لنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا يبقى زي دين إبراهيم هيوحدنا دين إبراهيم ليس له علاقة باليهود ولا بالنصارى بل هو بريء منهما ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن المسلمين هم أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي أي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا أي الأمة الإسلامية والله ولي المؤمنين شفت الآية أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه اليهود والنصارى لا يتبعون إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل هم مخالفون له في الأصول وفي الفروع يعني ربنا بيقول لك أولى الناس بسيدنا إبراهيم هم المسلمين وعلى رأسهم نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام عارفين اللي بيقوله وسيم يوسف ده هذا يؤدي إلى إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن لو كلنا واحد فلماذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى والمشركين إلى الإسلام ولماذا أنزل الله عليه قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قل أهل الكتاب تعالوا نجتمع على كلمة سواء إيه هي الكلمة دي؟ توحيد الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله طيب لي ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو اليهود والنصارى إلى الإسلام طالما أن كلنا واحد يا وسيم ولماذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى ملوك الفرس والروم يدعوهم إلى الإسلام الخلاصة أن وسيم يوسف ينظر لدين جديد لا فرق فيه بين المسلم وغير المسلم ويبيع دينه بعرض من الدنيا وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من باع دينه بثمن رخيص وبلعاعة من الدنيا هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وجد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته